كما استعرض وزير زراعة واستصلاح الأراضي سيد القصير مع بعثة السندوق الدولي للتنمية الزراعية إفادة تحضيرات لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ كاب 27 والذي ستستضيفه مصر في نوفمبر القادم وخلال اللقاء تناول القصير أولويات الحكومة المصرية من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات مواجهة أثار التغيرات المناخية كما أكد وزير زراعة أن علاقة الإفادة بمصر تاريخية مشاددا على حرص مصر على تطوير تعاون في إطار من حرص الصندوق على تنفيذ المشروعات التي يحتاجها قطاع زراعة وفقا لأولويات الدولة المصرية وأن يكون هناك آلية لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات